اشتركوا في القناة العزاء يعني الصدمة الكبرى اللي بتمر بها نجمتنا العزيزة رجاء حسين الممثل القديرة وزوجها الممثل الجميل سيف عبد الرحمن فقدوا ابنهم دي الجنازة دي رجاء اه ابنهم عقيد مهندس حاجة زي الفل 43 سنة وهو سيع عربيته جاله هبوط في الدورة وانتقل الى رحمة الله تعالى زي من شايفين دي رجاء اهي ماشية ماشي عادرة تمشي طبعا صدمة رهيبة جدا جدا ودي سيف ربنا معاهم يعني يعني شيء صعب صحيح الموت علينا حق لكن فقدان الابن ده شيء يعني مالوش مثيل مالوش مثيل في بصراحة يعني يعني الواحد ممكن تقابله حاجات كتير ومحزنة في حياته لكن فقدان الابن وهو في السن دوت اه اي مهما كان في السن بس يعني كمان في فرعان شبابه زي ما بيقوله يعني بتبقى حاجة مقلمة ومز يعني ماقدرش توصفها بصراحة يعني ماقدرش توصفها يعني الام والاب يعني بتبقى حاجة صعبة ام بقى الناس تسأل بقى عنده كم عيل والعيال مش او واحد تفتكر مين ده اللي ربي ربنا واه مين بيقال كده بس الفقدان وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون حزن ده هو الحزن ده الغم يعني الشيء صعب يعني زي ما قال شاعرنا الكبير جمال بخيت هو ده الشيء الصعب انك انت تفقد يعني ابنك اللي ربيته بتاعه وكذا 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 والله بتبقى لسه ربيته حتى بحطة لحمة قد كده كده وتتجنن لما فالك بقى كبر بقى وبقى ظابط وظابط مهندس يعني حاجة ايمة قوي وتبص تلاقي خرج مشوار بعربيته وما فيش حتى مرجعش خلاص يعني يعني قلبي مع سيف عبد الرحمن يعني جدا 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 ومع رجاء حسين امتعونا بفنهم وربنا معاهم وارجوكوا تدعو لهم ان ربنا صبر قلبهم ايوه ربنا بينزل صبر ايوه ايوه واقع تشك في ده خالص او مش تشك تقول ده كلام بنقول لا 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 صحيح ربنا بينزل صبر يعني كل ام استطاعت يعني استمرت حياتها بعد وفاة ابنها ده صبر من عند ربنا اوه تفتكر انها جامدة ومش جامدة انما بيبقى ربنا صبرها يعني ربنا بيصبر بيصبر فادعو لها ادعو لرجاء حسين اللي امتعتنا كثيرا والسيف عبد الرحمن ادعو لهم بان ربنا يصبر قلبهم ويقدرهم على المصيبة القرآن المصيبة الموت مصيبة مصيبة حصلت لرجاء حسين والسيف عبد الرحمن ربنا معهم ويقويهم ويساعدهم في تخط هذه العقبة ويساعدهم يمكن فيه احفاده فيه اولاد الفقيد العقيد المهندس اللي توفى هو اسمه كريم فيه ابناء كريم وما وعدين يعني بالمناسبة الشيء بالشيء يسكر يعني مسألة اوه تفتكر انه الاب يموت يبقى العين راحه في ده اوه وعده اوه عيدك اوه عيدك ما فيش كده خالص فيه ربنا سبحانه وتعالى فوق الكل هو اللي بيربي تلاقي الاب قاعد فوسة عياله وعياله تلعب عايزين والاب مات وسبع عياله صغيرين تلعب زي الفل ازاي لان ربنا اللي بيربي اوه عتفقد سقطك بالمولة سبحانه وتعالى في احلك الظروف تقول لعيال ميلا هيربيهم لا ملكش تهوى ده ربنا بيسهل الأمور يعني البقاء لله على كل حال احنا معنا السيد محمد اليماني الموانس محمد اليماني ودكتور ايضا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة